ناصر السلمي من صحيفة الويام الإلكترونية هل هناك نصائح مبدئية يمكن أن تقدمها وزارة الصحة للراغمين في أخذ اللقاح قبل البدء في إجراءات أخذه خصوصا بعد ظهور بعض الأصوات التي تنادي بعدم أخذ اللقاح في حالة الإصابة المسبقة بالفايروس وشكرا أخي ناصر عموما ننصح أفراد المجتمع بعدم الاستماع للإشاعات والنصائح الصادرة من الجهات غير الموثوقة وغير الرسمية بعض الأفراد لأهداف مجهولة أو أهداف معلومة أو أهداف سلبية ظاهرة أو عن جهل أو حب الخير لكن في الواقع ليس مبني على أي أسس علمية وإنما مجرد ترديد وتكرار لما يصل في وسائل تواصل اجتماعي أو من وسائل مجهولة أو حتى أشخاص غير موثوقين ولا لهم الأهلية أو المستوى الموثوقية العلمي في المجال الصحي يبدأون بترديدها ونقلها ونشرها وهذا جدا خطير أنا أؤكد على الجميع أهمية أخذ المعلومة من المصادر الموثوقة وأنا أنصح الجميع بنقل فقط المعلومة الصادقة والموثوقة بل الوصول لها مباشرة من مصدرها وعدم تلقيها بواسطة أحد الحمد لله وسائل التواصل الحسابات الرسمية القنوات الرسمية طرق الاتصال بمراكز الاتصال 937 كلها متوفرة على مدار الساعة وأكذلك أنبه الجميع بعدم نقل المعلومات أو الشائعات لا تريد أن تنقل المعلومة لشخص تحبه وتتسبب في الأذية له بأن تمنعه من أخذ فرصة لقاح أو فرصة تحميه بإذن الله وتجعله يكون من ضمن الفئة التي لديها مناعة من خلال التحصين بهذا اللقاح ثم لقدر الله تكون سبب في تعرضه للإصابة بالفيروس ودخوله في حالة صحية قد تودي بحياته لقدر الله فلذلك أنبه الجميع أخذ المعلومة من المصادر الموثوقة أما قضية هل هناك نصائح يجب أن نقوم بها أو إجراءات نقوم بها لا يجب أن يقوم الإنسان بأي تحضير كل ما عليك سجل انتظر أولويتك احصر على موعدك خذ الجرعة الأولى ووراها بإذن الله بالفترة الكافية الجرعة الثانية وتدخل في قائمة من دخلوا بإذن الله في مرحلة الأمان الصحي من هذا الوباء